السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسع معلومات لازم تعرفها عن الكلور قبل ما تستخدمه كمعاقم اليومين دول كل الناس بتستخدموا الكلور في التعقيم علشان تطهر وتنظف به الاسطح لكن فيه ناس بتستخدمه بطريقة غلط اما بتستخدمه بتركيز عالي او بكمية كبيرة وده ممكن يسبب مشاكل صحية كتير زي حساسية في السدر او حساسية في العين او حساسية في الانف مع التهاب في الجيوب الانفية وممكن يعمل برضو حساسية في الجلد علشان كده لازم تعرف تسع معلومات مهمة جدا قبل ما تستخدموا الكلور في التعقيم اول حاجة ممنوع انك تضيف الكلور على المواد اللي انا هقولك عليها دي لانه بيتفاعل معها وبينتج غاز سام بيسموه غاز الكلور والغاز ده ممكن يسبب الوفاء المواد اللي هي ايه ممنوع انك تضيف الفلاش او الكحول او الخل على الكلور او تضيف الكلور ليه تاني حاجة ممنوع انك تضيف الكلور على الصابون او تضيف صابون للكلور لانه بيقلل فعالية الكلور كمطهر تاني حاجة الكولور ما يضفش إلا على المية بس تالت حاجة الكولور ما يستخدمش غير مخفف يعني لو حبيت تخفف الكولور ليه طريقة في التخفيف اللي هو مكيال كولور على تسع مكايل مية يعني لو حبيت تستخدم فنجان كولور يبقى على تسع فنجيم مية أو كباية كولور على تسع كبيات مية رابح حاجة الكولور بيستخدم لتنظيف الأسطح والجدرام والأبواب والحمامات ولازم تكون لابس جوانتي سادس حاجة الكولور مادة غير مستقرة عشان كده لازم تحضره طازق كل يوم بيوم ما ينفعش انك تحضره وتسيبه لتاني يوم وتستخدمه تاني يوم سابع حاجة لازم الكولور تخزنه في ازاز بلاستيك ما تكونش شفافة وما ينفعش انك تخزنه في ازاز شفاف لانه بيتفاعل مع الضوء سواء ضوء الشمس او ضوء الغرفة تامن حاجة الكولور مادة متطيرة عشان كده ما ينفعش تسيبه فيه شيء مفتوح ومعرض للجو تاسح حاجة الكولور فعال جدا في انه يقضي على معظم الميكروبات وما فيش اي ميكروب يقدر يقاوم الكولور دي التسع معلومات المهمة اللي كنت لازم تعرفها عن الكولور قبل ما تستخدمه كمعا بتمنى لكم الصحة والعافية سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخر دعوان انا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته